اشتركوا في القناة ويشك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظات وعبر وفوائد يستفيدها المسلم بل يستفيدها حتى غير المسلم النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة ورجل عظيم عليه الصلاة والسلام فالإنسان يستفيد من حركاته عليه الصلاة والسلام ومن سكناته عليه الصلاة والسلام من كلامه ومن سكوته عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة وأسوة وهو خير من يقتدى به عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها جاءها أحدهم فسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عليها رضوان الله جل وعلا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق قالت كان خلقه القرآن من أراد أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتاب ربه وليتدبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاف عند كلام الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم خير من طبق كتاب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك وهو الذي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ الرسالة وأدى الأمان عليه الصلاة والسلام وتركنا على البيضاء علمنا كل شيء كما جاء في الأثر أنه علمنا أبسط الأمور حتى كيف يقضي الإنسان حاجته وهي من الأمور البديهية النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كما ذكرنا فيما مضى وكما سنذكر وكما هو مدون عنه بأصح الأسانيد عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم الناس أبسط الأمور وهذا لا شك أنه من هديه ومن هديه هذه السيرة الطيبة المباركة التي نذكر جزءا منها أو نسلط الضوء على بعض هذه المواقف ذكرنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة وأخبر أنه سيصاحبه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لبيت أبي بكر وأخبره بإذن الله جل وعلا له وطلب أبو بكر منه الصحبة فقال نعم قال الصحبة فبكى أبو بكر فرحا كما قالت عائشة وكنت لم أرى أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبو بكر يبكي فرحا ثم بعد ذلك أبو بكر كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبا الأمر ومنظما عليه رضوان الله جل وعلا من أنه كان يجهز لهذا الأمر وأنه قد لمح له النبي صلى الله عليه وسلم فأعد رضي الله عنه كما جاء في الحديث عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أو أنه رضي الله عنه قد أعد للنبي صلى الله عليه وسلم راحلة وله راحلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أذن له قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه راحلة قد أعدتها لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني أريد أن أعطيك ثمنها وقد يستغرب الإنسان أن أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أبو بكر ثمن هذه الراحلة ولا شك ولا ريب أن أبا بكر قدم نفسه وأهله وماله فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج بماله بحر ماله وهذا لا شك أنه من أعظم الجهاد كما تعلمون أن من أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل أو أن يفعل هذه العبادة بنفسه عليه الصلاة والسلام فقبل منه أبو بكر رضي الله عنه ثمنها وهذه الراحلة قيل أنها هي القصوى وقيل أنها الجدعاء والقصوى كما ذكر أهل السير عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أيها الإخوة وأيها الأخوات النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبا بكر أن يرتب هذا الأمر فذهب أبو بكر رضي الله عنه واستأجر أجيرا عليما خبيرا بالطرق التي يسلكونها لكي يصلوا إلى المدينة بطريقة آمنة من غير أن يمسوا بسوء نكمل بعون الله جل وعلا بعد الفاصل هياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أبا بكر أن الله جل وعلا قد أذن له بالهجرة وأنه أذن لأبي بكر أيضا أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر رضي الله عنه يرتب هذا الأمر من قبل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح له أنه سيخرج أو ألمح له صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج معه فكان أبو بكر يرتب لذلك الأمر وأنه رضي الله عنه أشترى راحلتين يعلفهما طول هذه المدة التي هي أشهر يعني لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج معه فبعد ذلك ومن الترتيب والتنظيم والإعداد لهذه الرحلة المباركة والهجرة التي هي نصر من الله جل وعلا وفرج من الله جل وعلا أخذ أبو بكر يعد هاتين الراحلتين ويعلفهما ويطعمهما ويقويهما وكذلك أبو بكر رضي الله عنه استأجر أو تواعد مع رجل لكي يدلهم ويرشدهم إلى طريق المدينة ويخرجهم بأفضل الطرق وأفضل الأماكن التي تخفى على كثير من الناس وهذا الرجل هو عبد الله بن أريقت عبد الله بن أريقت كان رجلا خريتا والخريت هو الذي يعرف الطرق ويهتدي إلى الأماكن أو المسالك وهو ماهر بذلك فكلمه أبو بكر رضي الله عنه وقد أمنه أبو بكر وكان عبد الله بن أريقت على الشرك وكان على الكفر يعني مع أهل مكة ولكن أن الرجال أيها الإخوة في ذلك الوقت وكما ذكرنا أن كانت عندهم الشيمة والأمانة والصدق موجودة في الناس من قديم وهذه لا شك فطرة الله التي فطر الناس عليها الأصر في الإنسان الخيرية والأصر في الإنسان أنه على سجيته التي خلقه الله عليها ما لم تطر عليه أخلاق سيئة يقول أبو بكر فأمناه وأمناه فدفعت إليه راحلتين طبعا عبد الله بن أريقت قد اختلف هل أسلم أو لم يسلم الإمام الذهبي ذكر أنه قد أسلم وقد خالفه غيره من العلماء أنه لم يذكر في الصحابة رضي الله عنهم الشاهد أن أبو بكر دفع إليه هاتين الراحلتين وواعده أن يأتيهم في غار ثور بعد ثلاث ليال أو بعد ثلاث أيام يأتيهم في غار ثور وكما سنعلم أن غار ثور أو جبل ثور يقع أي جهة الجنوب من مكة وكما تعلمون أن المدينة تقع شمال مكة ولا شك ولا ريب أن ذلك من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترتيب هذه الهجرة المباركة لكي يوهموا أهل مكة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج فسيخرج من الشمال لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باغتهم وخدعهم وخرج إلى الجنوب جنوب مكة في هذا الجبل الذي يسمى جبل ثور أو غار ثور قال أهل السير أيضا هذه الأيام الثلاثة التي مكثوا فيها في الغار كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله في الحلقات القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ يرد الأمانات للناس يعني وكلف علي رضي الله عنه من أنه يرد الأمانات التي كان يؤتمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأننا علمنا أن من أعظم الصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي اتصف أو اتصف بها صلى الله عليه وسلم أنه كان صادقا وأمينا صلى الله عليه وسلم فكانت الأمانات توضع عنده صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها إلى أن أراد أن يهاجر فكلف علي رضي الله عنه وأرضاه أن يرجع هذه الأمانات إلى أهلها وكما قال جل وعلا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم أيها الإخوة مع أنهم كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانوا يقرون له بأمانته صلى الله عليه وسلم ولا شك ولا ريب أن الإنسان مؤمور بأن يؤدي الأمانة كما أمره سبحانه وتعالى فأداء الأمانة أمر عظيم جدا وهي من علامات الساعة أن ترتفع الأمانة من صدور الرجال أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر وأن يجعلنا هداة مهتدين مقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لي ذلك وقادر عليه والحمد لله رب العالمين